السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يكون من 24 ساعة يبقى احنا عندنا في يومنا 24 ساعة متقسمة ل 12 ساعة و 12 ساعة يبقى هم كلهم على بعد 24 ساعة عندنا الصبح وعندنا الليل الصبح بتكون في الشمس ساطعة ومنورة كتاب السماء وعندنا الليل الليل بتبقى الدنيا دلمة خالص وبنشوف النجوم في السماء والأمر بدره منور طيب دلوقتي احنا هنستخدم الساعة في ايه؟ الساعة يا حلوين مهمة جدا في حياتنا عشان اعرف بها الوقت اللي هو دلوقتي انا عايز اعرف الساعة كام الساعة 5 ولا 10 ولا 12 طيب احنا الدهر ولا العصر ولا العشة احنا طوقتنا دلوقتي امتى بالزبط عشان كده الساعة دي مهمة جدا في حياتنا طيب تعالوا بقى نتعرف مع بعض على انواع الساعة هنعرف في حلقتنا النهاردة ان احنا عمدنا نوعين من الساعة اول نوع وهو الساعة زاية العقارب الساعة زاية العقارب طيب وهي ليه مستسمها كده عشان هي مكونة من عقارب ادي العقارب قصير وعقارب طويل وعقارب السواني عقارب الدقائق وعقارب الساعات وعقارب السواني عشان كده اسمها الساعة زاية العقارب طيب تاني نوع معنا النهاردة وهو الساعة الرقمية الساعة الرقمية والساعة الرقمية دي حلوين بيكون عبارة عن ارقام بس مفيهاش اي عقارب الارقام اللي ناحية اليسار دي بتشير الى الساعات يعني الساعة مثلا تلاتة الساعة خمسة الساعة سبعة لكن الارقام اللي ناحية اليمين دي الارقام بتاعت إضايي يعني مثلا الساعة ربعة بالزبط الساعة ربعة وخمسة الساعة خمسة وربع وهكزا طيب تعالوا بقى نتعلم مع بعض الساعة ذات العقارب أنا عايز أعرف عنها حاجات كتير قوي عشان لما أجي أشوفها قدامي أعرف أحل السؤال بتاع الساعة طيب أول حاجة هنلحظها في الساعة ذات العقارب إن هي موجودة فيها عقربين عقرب قصير وعقرب طويل العقرب القصير دا يا حلوين بيشير إلى الساعات يعني دلوقتي أنا عايز أعرف الساعة كام أول حاجة عيني هتيجي عليها هي العقرب القصير وأشوفه هو واقف عند رقم كام هو دلوقتي واقف عند رقم 2 تبقى الساعة 2 طيب لو واقف عند 5 تبقى الساعة 5 طيب لو واقف عند 10 تبقى الساعة 10 طيب والعقرب الطويل بيشير إلى الدقائق العقرب الطويل بيشير إلى الدقائق وهو دي الوقس يوقف عند الـ 12 يعني الساعة 2 بالزبط الـ 12 دي حلوين معناها من الساعة 2 بالزبط طيب لو العقرب القصير وقف عند 3 والعقرب الطويل وقف عند الـ 12 تبقى الساعة 3 بالزبط طيب لو العقرب القصير وقف عند الـ 6 والطويل عند الـ 12 برضو تبقى الساعة 6 بالزبط طيب أنا بكتب بقى الساعة إزاي؟ تعالوا نشوف مع بعض أول حاجة ببدأ كتابة الساعة من اليسار لليمين من اليسار لليمين أول حاجة هبص عليها في الساعة هي العقرب القصير وبص أشوف هو وقف عند رقم كام وقف عند رقم اتنين يبقى هكتب اتنين وبعدين أحط نقطتين فوق بعض وبص على العقرب الطويل العقرب الطويل وقف عند ال12 تبقى الساعة 2 بالظبط طيب يمس بالظبط دي أكتبها ازاي؟ بتكتب يا حلوين نقطتين جنب بعض بتكتب نقطتين جنب بعض نقطة ونقطة أو صفر وصفر يبقى الساعة دلوقتي اتنين بالظبط هكتبها ازاي 2 نقطتين فوق بعض نقطتين أو صفرين جنب بعض طيب تعالوا نشوف نشاط مع بعض ونحلوا سوا والنشاط بيقول لي كم الساعة الآن طيب تعالوا نشوف الساعة اللي معنا وهنشوف مع بعض العقارب وقفة عند أنهي أرقام ونحلها مع بعض أول حاجة عشان أعرف الساعة كام هبص على عقرب القصير العقرب القصير وقف عند الكام وقف عند الأربعة برافو عليكم طيب والعقرب الطويل وقف عند الـ 12 تبقى الساعة كام دلوقتي الساعة أربعة بالزبط برافو عليكم وقلنا بنبدأ كتابة الساعة من اليسار لليمين أول حاجة هكتبها هي أربعة وبعدين نقطتين فوقوا بعض الساعة أربعة بالزبط قلنا بالزبط دي نكتبها إزاي برافو صفرين جنبه بعض أو نقطتين جنبه بعض برافو عليكم يا حلوين يارب تكون حلقة النهاردة عجبتكم واستفدتم منها لو عندك أي سؤال ما تنساش تسيبولي في الكومنتات وإن شاء الله في وقت قريب جدا جدا هرد عليكم شكرا ليكم واستنوني بدرس جديد وحلقة جديدة إن شاء الله